مستمرة حتى الخميس المقبل موجات السيولي والأمطار أقصى المناطق الشمالية امتدادا حتى وصولها إلى المناطق الغربية مع ضقص قارس البرودة في المرتفعات الجبلية هذا المنخفض عزته الهيئة العامة للأنواع الجوية والرصد الزلزالي إلى تعرض البلاد إلى منخفض جوي نتيجة اندماج كتلتين هوائيتين من البحرين الأحمر والمتوسط ما أدى بالنتيجة إلى حالة عدم الاستقرار تشير الأيام القادمة هناك أمطار غزيرة أيضا في بعض المناطق خاصة المناطق الشمالية حتى تقريرنا كان في بداية الشهر العاشر بأن نوهنا بأن أكثر الأمطار غزارتها تبدي في بداية الشهر 12 والأشهر القادمة إن شاء الله وبحسب المعطيات الجوية ستستمر السيول والفيضانات وتبدأ بالارتفاع تدريجيا نظرا لتشبع الأرض بالمياه سابقا أما مناطق الوسط والجنوب والعاصمة بغداد فستشهد زخات مطر متقطعة وطبيعية فضلا عن استمرار خفاضي درجات الحرارة هذه المنخفضين أدى إلى حصول باد وذر يعني طقس سيء مصحوب بتساقط أمطار كانت شدتها متوسطة لغزيرة وخصوصا في تركيزها في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من البلاد التي تكون مجاورة للحدود مع الجارة إيران مما سبب حدوث سيول كما شاهدتم في تلك المناطق وزارة الموارد المائية من جانبها حذرت المواطنين الساكنين بالقرب من حوض نهر دجلة من ارتفاع مناسيب المياه بدءا من الموصل وحتى سام الراء في وقت أعلنت مديرية الدفاع المدني خطتها من ثلاث محاور للتعامل مع الفيضانات والسيول القادمة من بغداد زيد الطائي قناة العراقية الإخبارية